أجرى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء أحفظه الله اتصالا هاتفيا بأخي سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة أطمأن سموه خلاله على صحة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بعد العملية الجراحية التي أجريت لسموه وتكللت بفضل من الله بالتوفيق والنجاح متمنيا سموه لصاحب السمو أمير دولة الكويت دوام الصحة والسعادة وموفور العافية وقد أعرب سمو ولي عهد دولة الكويت الشقيقة عن بالغ شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء وتمنيا لسموه وافر الصحة والسعادة